أسوأ أزمة دستورية على فتح اسبانيا منذ عقود تتخذ من إقليم كتالونيا ساحة لها حيث يريد الإقليم الاستفتاء على الانفصال صراع الإرادات بين مدريد وبرشلونة كان على أشده خاصة بعد قرار من المحكمة الدستورية بوقف الاستفتاء بالترافق مع تصريحات للحكومة الإسبانية بعدم شرعيته في المقابل أصرت السلطات في كتالونيا على المضي قدما به من الواضح أنه في دل هذه الظروف لن نتمكن من تنظيم الاستفتاء الذي كنا نرغب به ولكن على أي حال سنتابع التصويت فنحن هنا لنقول صراحة وبوضوح إن هذا الاستفتاء سيتم وزارة الداخلية الإسبانية أعلنت من جانبها أن الشرطة الوطنية قامت بمصادرة صناديق وبطاقات التصويت بعد دقائق من الموعد الرسمي لبدء أبناء الإقليم بالإدلاء بأصواتهم مضيحة أن ما تقوم به الشرطة حدد فقط بإزالة المواد المتعلقة بالتصويت دون التعرض للناخبين إلا أنه على الرغم من ذلك وقعت اشتباكات محدودة بين السرطة والناخبين في أحد المراكز ببرشلونة لقد علمنا أن المسؤولين عن تنظيم الاستفتاء غير الشرعي عنهم من إخفاق بعد أن تم إغلاق مركز الاتصالات في كاتلونيا وذلك بغرض منع التصويت الإلكتروني بالإضافة إلى منع عملية عد الأصوات إن هذا الأمر كغيره تم ضمن إطار قانوني وعبر قرار قضائي شوارع مدريد سجلت موقفها من الاستفتاء بالأمس حيث تجمع المتظاهرون خارج مبنى البلدية للتأكيد على رفضهم له بينما كان سكان كاتلونيا يفترشون أرض مدارس الإقليم ليبيت فيها في محاولة منهم لمنع تنفيذ أمر من المحكمة بإغلاق مراكز التصويت الحكومة الإسبانية قالت إنها أغلقت بالفعل قرابة 1300 مركز اقتراع من أصل ما يزيد عن 2300 خصصت للتصويت مستعينة بالألاف من عناصر الشرطة والدفاع المدني